عربت مصر عن خالص التعازي للأشقاء بلبنان وفلسطين وسوريا نتيجة غرق قارب قبالة الساحل السوري يقلوا عددا من المهاجرين غير الشرعيين مما أصفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين عربت وزارة الخارجية في بيان عن مواساة مصر لأسر الضحايا وذويهم وتمنيات الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدة أن استعادة الاستقرار وحالة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أرواح ومقدرات شعوب المنطقة